اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد مغالبية الجمهور فقدوا الامل في اننا نوصل لاي كأس الفترة دي بعد اللي حصل في بطولة افريكيا 2023 واخلال المباراتين اللي كانوا بقيادة حسام حسن نقدر نقول روح الفانيلا الحمرى رجعت بندريزيجي ومصلاح وامام عشور وقهرباء وغيرهم من اللعيبة اللي تعبت على نفسها علشان يقدروا يحققوا نجاح ويحققوا الحلم بوصول مونديال 2026 وقدر حسام حسن يثبت للعالم كله ان يقدر يكسب ويحقق حلم المونديال وهدفه وقاله بالنص خلال مؤتمر صحفي قبل مباراتين بوركينا وغينيا خطتي مع المنتخب هي بناء فريق قوي بيضم اكتر من لعب مميز من مختلف الاعمار واعادة الروح والحمس للفريق وتحقيق الالقاب علشان نسعد الشعب المصري كله وعن وجود محمد صلاح في المنتخب قال حسام حسن بالنص افتقدنا جهود محمد صلاح احد اللعيبة الكبار المهمين والمؤثرين في تشكيل المنتخب خلال معسكر مارس الماضي وجوده رفقة احمد سيد زيزو ورمضان صبحي ومحمد الشناوي واخرين كان هيمنح المنتخب قوة اضافية كبيرة وعلشان كده لما رجع في مباراة النهاردة قدام غينيا بيساو فدل يلعب بروح قوية جدا وصمم ان يحقق هدف وفعلا سجل في الزيقة سبعين وتعادل معاهم لكن الكصة وراها السر تاني حصل في المعسكر وهي جلسة حصلت بين صلاح وحسام حسن والاخير قال لصلاح انه نفسه يعمل زي الجهري ويروح مع المنتخب كأس العالم وفي نفس الوقت هيفيد صلاح لانه هيكون اهم اللعب في تاريخ مصر والهدفين على مدار العمر كله الاتفاق تم بينهم وتصلحوا علشان كده رجعت الروح لصلاح وبكده المنتخب تصدر مجموعته في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 1026 بعد التعادل وحققت المركز الاول برصيد عشر نقاط وناس كتير ربطت تقلق المنتخب بنبوءة ليلة عبداللطيف واللي اكدت فيها ان منتخب مصر هيصعد لكأس العالم 1026 وهيقدم اداء بارز في المنديال والشعب هيحتفل في الشوارع بعد التقلق ده وقالت كمان ان المنتخب هيرجع لي روح الفريق وهيعملوا اداء مشرف جدا في المنديال وهتبقى خطوة في بطولة مصر في كأس العالم تفتكروا فعلا مصر هتصعد لكأس العالم ونبوءة ليلة عبداللطيف هتتحقق ويرأيك في روح فريق مندخم مصر بقيادة حسام حسن شاركونا في التعليقات